اهلا ومرحبا بكم وسنتعلم الان كيفية تصميم ملصق زي ما تعلمنا انه ممكن تضغط من الاعلى ابتكار وتجد كلمة ملصق ويمكنك ايضا ستجدها في قد ترغب في تصميم ملصق شفا هنا موجودة ملصق هذه هي موجودة ملصق وممكن تكتب هنا فوق ملصق فمن اي طريقة تستطيع الوصول الى كلمة ملصق فنضغط على الملصق اللي موجود هنا وهذا هو الملصق الفارغ عندنا هنا في اليمين القوالب تختار قال بحسب الذي يناسبك يعني فانا اخترت على دخلت على موقع اسمه موضوع.com ودورت على العناوين للتحفيز ووجدت هذه الكلمة النضال من اجل التميز هو ما يحفزك ففي التصميم تحتاج انك انت تبرز بعض الكلمات اللي موجودة فحنا هناخد الان الكلمة ونختار اول شي القالب فنجينا نختار القالب اللي هو موجود هنا عندنا نختار احد القوالب اللي موجودة هذا على سبيل المثال مناسب نعمل دبل كليك عليه يظهر لنا بهذا الشكل في منطقة العمل الكاملة نضغط على الكتابة ونعمل لها delete نعمل لها delete حلو الآن اذا ضغط على اللون الاسود هذا الخلفية تستطيع انك انت تغير الخلفية اللي موجودة فممكن نخليها بهذا الشكل كده او نخليها ابيض زي ما تحب يعني تمام فهي لما كانت اسود كان الفلينة يعني مختفية شوي فكانت حلو الفكرة حكتها تمام نقدر نسحبها كده احنا هنا ونقدر ايضا نختار اللون غير اللون هذا مثلا نخلي شوية كده قريب من الالوان اللي هو الرمادي ده كده يا سلام تمام ثم بعد كده نضغط على حرفة T ونختار الكتابة ونقدر احنا اول حاجة نروح نجيب الكلمة الا موجودة فاحنا نقول النضال من اجل التمييز هو ما يحفزك فاحنا ناخد هذه الكلمة نسخ ثم نذهب الى كانبة ونضغط على حرفة T مرة تانية ونضيف الكتابة الان نحدد الكتابة هنا ونخليها مئة عشان نقدر نشوفها هذه هي الكتابة لما انت شايفها هنا موجودة حلو الان نخليها باللون ابيض مثلا على سبيل المثال ما حتبان صح خليها باللون الاسود برضو جميل نكبرها شوية نضغط كده حرفة T الى المقاس اللي انت شايف يناسبك يعني انت تختار المقاس اللي يناسبك النضال من اجل التمييز تمام نعمل نسخ ولسق ونجي نلاقي الكلمة هنا مرة تانية موجودة وناخد السطر التاني هو ما يحفزك نعمل لها نسخ اللي هو كنترول سيا شباب ثم بعد كده نعمل دبل كليك ضغطتين عن حدد الكتابة كاملة ثم كنترول في ولسقنا الكلمة فهو ما يحفزك نبغاها تكون محددة كده بلون مثلا بلون ابيض تمام وبعدين نخليها كبيرة اكبر من كده بهذا الشكل نضبط وممكن ما يناسبك اللون وان شايف الالون ما هي مناسبة وخليها مثلا خليها رمادي كده تمام حاول يعني قدر المستطاع في الكتاب انك انت تخليها قدام تخليها خلف تخليها ورا حتى الكتابة هذه الصورة دي لو تبغى تجيبها امام حتى تجعلها كلمة وضع وتخليها الى الامام تمام فالان الكتابة او الصورة خليها الى الامام فصارت الكتابة هذه في الخلف تمام صارت الكتابة في الخلف فانت ممكن ايش تكبرها بهذا الشكل وتجيبها هنا كده هذه والكتابة جيبها خلف وتجلس تشتغل على التصميم عشان ليه الى ان يناسبك التصميم اللي يناسبك وتلاقيه حلو جميل فممكن انت تشتغل عليها بهذه الطريقة تمام لا ننسى انه في البوستر هذا عندك امكانية التنزيل ولما تنزل عندك الى هي بي ان جي جي بي جي و بي دي اف الافضل انك تحمل اس في جي لانها رسومية عالية الجودة هي هذه الافضل يعني الافضل في الجودة في الطباعة تمام وطبعا لا ننسى ان البوستر هو عبارة عن مشروع كامل جاهز تقدر تضيف عليه في العناصر لو هنا جيت على العناصر تقدر تكتب اي حاجة تقدر تجيبها وتكتبها بطريقة جميلة وسهلة وواضحة يعني زي هذه الحركات البسيطة هذه كثير مرة حلوة لو انت ما تبغاها مثلا بوستر لو انت تبغاها مثلا تكون موجودة شغالة في شاشة على سبيل المثال تقدر برضو تشغلها بهذا الشكل اذا هذا هو تصميم الملثق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته